السلام عليكم أهلين فيكم في فيديو جديد اليوم سنتحدث لكم عن IOS الجديد الذي نزلت IOS 13.6.1 هذا يعتبر النسخة النهائية حين لل IOS 13 تقريبا إذا لم يكن فيها مشاكل يكون هذا آخر نسخة لكل موجود أو الكل الذي يستخدمون حين السفتيار هو IOS 13.6 قبل اليوم نزلت IOS 13.6.1 لجميع الأجهزة التي تدعم IOS 13 إذا جهازك على IOS 13 أنصحك نصيحة أنك تحدث IOS 13.6.1 أهم شيء تحدث أحد أخر سفتيار ينزل على IOS IOS 13.1 13.2.5 كلهم يكون فيهم مشاكل فآخر سفتيار من نفس السفتيار يعني ماذا أنت على IOS 12 آخر سفتيار نزل على IOS 12 يكون أثبت سفتيار أضمن سفتيار في المشاكل في الجهاز IOS 13.6.1 يعتبر هذا أفضل سفتيار على IOS 13 ما أنك أنت في IOS 13 فأنصحك أنك تحدث هذا الإصدار طبعا لا يوجد شيء جديد المودة لا تغير أي شيء فلو نقارن بالنسحة القديمة المودة بنفسها لا تغير شيء السفتيار الذي لدينا هو 13.6 طيب دعونا نرى الميزات التي نزلت أو شيء شيء يجري طبعا بما أن الرقم ثالث تغير كأننا نحن على IOS 13.6 فلا تتوقع أن هناك ميزات كلها صلاحات مشاكل كانت موجودة من قبل أول مشكلة يقول لك أن الملفات المؤقتة في الجهاز لا تنحدث فتشوف الجهاز يصير ثقيل أو يطفي الجهاز ولجب أن يتطفي وتشقل عشان يرجع يشتغل كويس برضو في مشكلة ثانية أن إصلاح الإدارة الحرارية مهم على الترجمة هنا الموجود أن الجهاز حقي كلنا أخضر الشاشة كلنا أخضر ما تكلونها طبيعي مثل ما نرى هذي بعض الأشخاص عندهم نفس المشكلة فهذه مشكلة من المشاكل تقريبا هذي أكثر المشاكل الموجودة هنا الإشعارات لحق المخالط لحق كورونا برضو بعض الأشخاص لا يجبهم الإشعارات فالآن أحدثوا في نفس المشكلة طبعا هذي كل الأشياء الجديدة بعض الأشخاص يقول لك مثلا الجهاز يعلق بطارية وبطارية حدث هذا المشكلة واجرب بعد يوم يومين وشوف لأنه يعتبر هذا أضمن المشكلة أو أأمن المشكلة على iOS 13 لو ترى هنا Geekbench تقريبا لا يوجد فرق كثير لو ترى CPU سويت لكم ثلاث مرات كان لدينا على iOS 13.6 كان لدينا 13.35 ثلاث مرات 13.13 حدث عن النواة الواحدة بين 13.29 و هنا 13.35 مثل ما نرى كان جميع النواة المعالج 32.64 ثلاث مرات 28.90 27.39 33.17 حساب التست حرارة الجهاز يتغير لا تتوقع أن يكون هناك مشاكل في CPU أو GPU لا يكون هناك مشاكل أداء الجهاز سيكون جيدة هنا لو نرى اللعاب المثل 74.9 كان لدينا على 13.6 ثلاث مرات 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 ماعد whimحة بقية آسود ثلاث مرات نأتي اثقل في الجهاز. اتمنى انكم تجربونه بما انك على 30 مثل ما قدتكم. جربوا واشوفه. ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في الغناه. واشتراك في حسابي بسناب شات. تشرف بضبطكم. وعمل لك المقطع ونشر المقطع. وتعليقاتكم تحت تهمني. والسلام عليكم.